اهلا بكم اخواني واخواتي ومرحبا في الحلقة الجديدة من برنامج خبار خير في الحلقة اليوم سنرى قصة كنلقاها في انجيل ماركوس اللي هي الشفاء واحد من براس عن طريق مستة الرب يسوع فكان قرأه من الأصحاح واحد من العدد الاربعين حتى الاربعين فجال عنده واحد من براس وجال عنده وقال له اذا بغيت يا سيدي تقدر تنقيني وتحنن ياسوع ومديده ومسو وقال له انا بغيت فاتنقى وديك الساعة هوك يتكلم مشا عليه البرس وهو يتنقى فهذا القصة هذي ديال هاد المبراس هذي اللي كالقاها في انجيل ماركوس كنشوف كيفاش ربي يسوع مرة خورا كشفي واحد ممرض فهذا الحالة هذي كان مبراس والعجيب اللي فهد القصة لي هاد الحالة ديال واحد مبراس مبراس في ذاك الوقت ما كان عنده تشي تقريبا تشي حيات كان كي تسمى حي ميت لان ملك يكون الواحد مبراس كانت الشرع ديال موسى كتحكم عليه باش ما يبقاش يعيش وسط الناس لكن كان لازم عليه يعيش خارج من المدينة فكان إزولي من الناس كان خارج ما كانش عنده الحق يتمشى وعيش وسط الناس والبرس كان يمكن من في ذاك الوقت من يعني واحد المرض صعيب بزاف لان في ذاك الوقت ذاك الساعة ما كانوش إمكانيات بزاف لعد ندابة كان يمكن مرض بسيطة كان الناس كان يقدروا يموتوا بها وما كيلقاش لها شي علاج لانا إمكانيات ما كانتش والعلم اللي عند ندابة والمستشفيات والطب وذاك شي ما كانش ما كانوش إمكانيات فالبرس كان المرض صعيب بزاف وكان ماشي مسألة دي البرس ما كانش غير كيهلك الجسد دي الإنسان لانا كان موت باطئ زي عمان إنسان كي الداد ديالو كتموت بشوية بشوية الحم ديالو كيتكال بشوية بشوية فما كانش البرس ما كان صعيب غال لانا الإنسان كيموت دد ديالو كتموت ولكني تنفس ديالو تنخاطر ديالو تنروح ديالو كتموت بشوية بشوية لانا كان معزول على الناس ما كانش عندو حق يعيش وص الناس ما كانش عندو حق يمس الناس ولا يبرك معهم ولا الناس يمسوه الناس كانو كيهربو يكان مثلا برس ديز وكانوشي ناس كيغوت مبرس 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 ماش الناس كيبعدو كيخافوه غادي يعاديوهم والعجيب في هاد القصة هادية هاد مبرس هادا قرب وجل عند ياسوع العجيب هو انه يعني مبرس ما كانوش كيقربو الناس ما كانوش كيقربو الناس ولا كيجول عند الناس ولا كيهضروا مع الناس لكن هادا كان قرأ لي هادا قرب لياسوع وكان عندو واحد ايمان كبير بان هاد ياسوع هاد ياسوع الناصري هادا عندو القدرة باش يشفي قال فراسو هاد ياسوع هادا خسنين بشي عندوه ولو الشرع دي الموسى كيحتمع لي باش مقامع زول له هادا كان اامن بان هاد ياسوع هادا هاد الانسان اللي مسمي ياسوع غادي يشفيني هو يقرب ليه كان قرأو انه قرب لياسوع زي ما واحد منظر عاجيب براس اللي ما عندوش لحق يقرب الناس قرب له هاد ياسوع لانه شاف وعرف بانه انه اقربت ليه وطلبتو وزاوقت فيه غادي عندو القدرة باش يشفيني وكانوا رجال الدين شوفوا الفرق ما بين ما بين ياسوع وما بين لان ياسوع كان شفناه في الخرشفة وما بين رجال الدين ديال ديال داك الوقت رجال الدين ديال داك الوقت كانوا كيف تاخروا لانهم كي هربوا من المبراسة وما كي لان الشارعة كتقولي لم ستين مبراس كتولي ما كتبقاش نقي حلا قنقولوا كتولي كي يقدر هادك الامبراس كي ذيك طهار ديالك كي قلعا ما كتبقاش نقي فادوك رجال الدين كانوا كي افتخروا بيننا شوفوا شام براس كي يهربوا منوا وكانوا شي واحدين يقول لك إلا شتيش امبراس هذه علماء تصوروا علماء الدين شي واحدين يقول لك إلا شتيش امبراس رجمه ضربه بالحجر بشي بعد فكان شوفوا الحالة دي الإنسان اللي ينبرص في ذاك المجتمع في ذاك الوقت كانت واحدة حالة مؤسفة بزاف والعجيب هو أن هذا المبرص هذا جال عندي ياسوه قال فراسو إلا قررت له إلا طلبته كان عنده إيمان كبير لأنه إيمان مهم بزاف إلا طلبته غادي يشفيني وإنك نشوفه كذلك الرحمة ديال ياسوه محبة ورحمة ديالي ياسوه إن علماء الدين كي هربوه من المبرص وما كيمسوهش المبرص جعل ياسوه قال لي يا سيدي إلا بغيتي تقدر تشفيني تقدر تنقيني من المبرص ياسوه إيش قال لي قل لي أنا بغيت تصور جواب ديالي ياسوه أنا بغيت وهذا الكلمة مشي قال غير داك مبرص كي يقول هل ليك ولي يا ولي نكون بغيت نجاع بغيت تشفى أنا بغيت قل له أنا بغيت لأن المبرص قل له إذا بغيت ياسيلي تقدر تشفيني قل لي أنا بغيت أنا بغيت أنا بغيت أنا بغي نشفيك هذه إرادة الله أخي وأوتي إرادة الله لأنه إله ما أحبك يقول لك كتاب المقدس أنه يغفر المدنب من المدنب كيتوب من الدنوب لأن الله كي يحتم كي يطلب كي يطلب من المدنب توبة المدنب بغيتوب وبغي يرجع الله ويعيش مع الله للمدنب كي يبغي توبة ويعيش حياة القاداسة مع الله ويعيش في علاقة عميقة مع الله الله كي يقول لك أنا بغي أجي ويسوع قال له أنا بغيت قال له المبرص لا بغيت يتشفيني إذا تبغيت شفيني قال له يسوع أنا بغيت والمسان ديال واحد مثال زمان ديال واحد مبرص كان خطير لأنه ما خصكش الناس كي غربون مبرصين لكن يسوع ممسوا كان قرأوا بأنه مددو ومسوا تصور مددو ومسوا قال له أنا بغيت وديك ساعة للبرص دياله مشات لما جملة عجيبة بأنه لأن الرب مددو ومس مبرص مس هذا كل ما كيتمش مسوا وديا المسيح يا الحقيقة يا حباء المسيح كي علمنا باش نمسوا هذا كل ما كيتمش باش نحبوه هذا كل ما كيتحبوش حتى العديدين ديالكم تبغي لهم الخير تبغيهم وتبغي لهم الخير المسيح كي علمنا باش نمسوا ذلك اللي ما كيتمسوش ونغفروه لهذا كل ما كيستاهلوش المغفيرة نسامحوا لهذا كل ما كيستاهلوش المسامحة نسامحوا لهم حتى هم فهنا كنشوفو قوة الرب يسوع قوة الشفاء انه غير بمسة بمسة ديالو مس هدك مبرص وشفاء في الحين ما بقاش فيه احتشي حاجة تنقى الكتاب كيقولك الكتاب كيستعمل كلمات تنقى تنقى من البرص ديالو ولا الجل ديالو نقي بحل ما عمره ما كان فيه شي شي مرض والعجيب هو انه زيما في الكتاب المقدس البرص كان صورة واضحة ديالو الرب كيستعمل في الكتاب المقدس ديالو برص كيستعملو مرارا في الكتاب المقدس كصورة ديالو ديالو الخاطية ديالو الدنب لانه مثلا الدنب كيدخل في اسمو كيدخل في الجسد كله كيف البرص البرص كيدخل في الجسد كله كي تعملك شتدريش بشوية بشوية كيياكل جسد كله وهكدا الخاطية والدنب الدم تاهوام الإنسان كي يخلي الدنب يدخل الحياته كي بدي يأكل يأكل ليه يأكل ليه في ذاته زيال ما كان ندوي على صورة روحية كيف البرص؟ الدم تاهو كي بدي يكبر كي تخليه يتملك بيك ويشد فيك وذلك شي كي بدي يأكل لك دات ديالك وحياتك كله فكيف هاد البرص هو كي تستملك على الدات هاكو الدنب والخاطية كاد بشوية بشوية كتملك الإنسان تكي ولي كتكي ولي عبد ديال الدنب وديال الخاطية فهنا العجيب هو أنه والرب ياسوع ما ما شي غير خاد واحد الريسك كي ما كان قولو باش مليمس هادك البرص هادك المبارس باش يخاد واحد الريسك كي ما كان قولو باش باش غادي تعادى وغادي يمرض وغادي لكنه الاسمو زيما ديك دك دك الاختيار هو خاد دك دك الخطوة زيما هاكو كو اللي بغا خاد ديك الخطوة ومس هادك المبارس باش يشفيه بحالة كنقولو بحالة هو كي ياخد وهذه الصورة اللي كتعطينا ديالرب في الكتاب المقدس الرب ياسوع أنه كي ياخد قلك كتاب كي يقول عليه أنه هو خاد امراضنا امراضنا وأوجاعنا هزها على كتابه هكو الكتاب كي يرسم لنا الرب ياسوع أنه جاء كيف دار مع هادك المبارس أنه خاد الريسك ومسه باش يشفيه هاكو دار معنا كتاب كي يقول لنا بأنه خاد هز دنوبنا على كتفه ووجاعنا وأمراضنا مليمات علاق بنا على الصليب باش ينجيك انتاو أنا إذا أمتي به فهد شيء اللي الرب دار علاق بنا في الصليب موت الصليب الكتاب كي المقدس كي يقول لي كان ضروري موت الصليب جاء هو الرب ياسوع جاء باش يموت على ذلك الصليب لأنه الرب كان كي حتم الموت لدي المدنب هو مات في بلاسة المدنب باش حنا ما نموتوش باش حنا نشفاه فكيف شفاه هذا المبراس ومسو كي يقول للناس كل شيء زي ما كي يقول لنا كنا أنا بغيت نشفيكم تحتنتهما من الدنب والخاطية آمين موسى 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 اشتركوا في القناة